يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ الآية رقم 49 و 152 من آت سورة آل عمران المشركون والمنافقون واليهود في المدينة لما هزم المسلمون في أحد وظفوا هذا الحدث أقصد هزيمة المسلمين في أحد بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظف المشركون والمنافقون واليهود في المدينة وظفوا هذا الحدث توظيفا رخيصا جدا من الطعن والتشكيك في الإسلام والطعن والتشكيك في رسول الله وتثبيط عزائم المسلمين وتخويفهم من عواقب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على دينه وراح يشككون في جدوى قتال المشتركين بل صرح بعض المنافقين هي كلمة واضحة وقالوا لو كان محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي صلى الله عليه وسلم قالوا لو كان محمد نبيا لما أصابه ما أصابه في أحد ولما أصاب أتباعه ما أصابهم في أحد فتنة خطيرة الرسول تعرض للقتل الحقيقي وقتل سبعون من أصحابه وهزم المسلمون هزيمة شديدة وقال ربنا جل وعلا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الآيات فقال المنافقون هذا القول الخطير لو كان محمد النبيا حقا ما أصابه ما أصابه وما أصاب أتباعه ما أصابه فيأتي هذا التحذير الشديد لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين أن يردوكم إلى ما كنتم عليه قبل الإسلام من كفر وتفرق وتشرذ فتنقلبوا خاسرين أي تخسرون الدنيا والآخرة هؤلاء المشركون والمنافقون واليهود إن تطيعوهم يخذلوكم ولا ينصروكم فلا تسمعوا لهم ولا تتعلقوا بهم ولا تطيعوا قولهم فلا مولى لكم إلا الله ولا ناصر لكم إلا الله بل الله مولاكم ووخير الناصرين فاستعينوا به وحده وأطيعوه وحده فهو القوي الذي لا يقهر ولا يغلب وهو الناصر الذي لا يهزم فالمولى جل وعلا هو من يركن إليه الموحدون والمؤمنون ويعتمدون عليه في الشدة والرخاء والصراء والضراء ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال جل جلاله قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون بل الله مولاكم فهو خير الناصرين هو الذي ينصر رسله وأنبياءه وأولياءه ينصرهم على أعدائهم في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة قال جل جلاله إن لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولذا يأتي هذا الوعيد يا أيها الذين آمنوا انتطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين ثم يأتي هذا الوعد الإلهي بالنصر تسلية وطمأنة لقلوب المؤمنين فيقول رب العالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين شكرا للمشاهدين